إلى ذلك أعلن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي النتائج السنوية لعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية للعام 2016 وذلك في اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الذي ترأسه سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاد دبي نائب رئيس مجلس الأمناء وبلغ حجم الانفاق الكلي للمؤسسة في عام 2016 مليارا ونصف المليار درهم على مختلف المبادرات والمشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية والمجتمعية التي استفاد منها نحو 42 مليون شخص في 62 دولة حول العالم وشمل تلك المبادرات تقدم مساعدة إنسانية وإغاثية مباشرة وتقديم الرعاية الصحية ومكافحة المرض بالإضافة لنشر التعليم والمعرفة وابتكار المستقبل والريادة اشتركوا في القناة